اذا من مقال يوم ايران والاسد هالحانة وقت الفراق للكاتب رجا طلب من صحيفة الرأي ننتقل لفقرة خصصناها كل يوم اثنين نحكي فيها عن موضوع كيفية استخدام منصات التواصل الاجتماعي بالطريقة المثلة بنحاول بهالفقرة ان نعرفكم على طرق الاستخدام الصحيحة لمنصات التواصل الاجتماعي بالاضافة الى بعض النصائح والارشادات المتعلقة بهذا العالم الرقمي اليوم رح نحكي بموضوع مهم وهو كيف ممكن كل شخص فينا يكون مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي وكالعادة رح نستضيف الخبير والمدرب في الاعلام الاجتماعي الأستاذ خالد الأحمد صباح الخير أستاذ خالد صباح النور صباح خير أهلا وسهلا فيك بداية خلينا نحكي قبل ما نحكي كيف يكون مؤثر مين هو المؤثر أصلا على مواقع التواصل الاجتماعي هلأ تعريف المؤثر شوي يعني ممكن نحكي شوي مبالغ فيه نعم ممكن نحكي لهم أنه هم نشطين على منصات الاعلام الاجتماعي لأنه لهم تواجد مكثف لهم متابعين بعدد كبير بحكوا بمواضيع معينة مختصة بتلاقي الناس بحكوا بمواضيع الموضة ناس بحكوا بمواضيع الأكل ناس بحكوا بمواضيع الرياضة هذولا بكون عندهم أراء وإعادة نشر لمحتوى قيم وجديد وفيه لهم متابعين والناس بسمعوا كلامهم لهم شوي التأثير على الرأي العام نعم بالمنصات هذه نعم يعني بس سؤالي هل هم بيكون لهم آراء شخصية بيحطوها بهذا الموضوع بيكونوا محللين ولا فقط إعادة نشر مثلا أخبار مهمة الناس بتهتم فيها نعم هلأ ها هي هون بيجي التفريق بين المؤثر والنشط هلأ النشط عبارة عنه بعيد نشر محتوى بشكل مكثف فهو نشط أما المؤثر بيكون بعيد نشر محتوى ولكن برضو عنده آراء وعنده كمان محتوى منتج منه نعم فهي الفرد تقريبا بين المؤثر والنشط فالمؤثر بيكون عنده محتوى خاص به طيب سيد خالد الشخص المؤثر هل هو بيكون الشخص اللي عنده أعداد متابعين كبيرة أو إيش مواصفات الشخص المؤثر حتى نعتبره أنه شخص مؤثر في المجتمع حلو بالزمنات ما كان فيه أدوات فكنا احنا نفكر أنه أي شخص بأعداد متابعين كبيرة هو مؤثر ولا كيف إجوا هاي الأعداد صح نعم ولكن اكتشفنا أنه ممكن شراء أعداد من المتابعين نعم ممكن أنه فيه أدوات ممكن نساعد فصار تقييم الشخص المؤثر يختلف ففتلعوا أدوات زي مثلا فيه عندك أداء اسمها كريد بير انديكس وكلاوت وكلاوت هو معتمد من شركات كبرى نعم فمثلا أدات كلاوت بتقيم المؤثر بأربعمائة نقطة نعم واحدة منهم عدد المتابعين نعم بالساس بيختاروا نتابع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الزبط كان الخيار الثاني كان تأثيره على مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبة للمشاهير في أرض الواقع عندهم شعبية كبيرة بأرض الواقع فلما يكون متواجدين بشكل نشط في العالم الافتراضي بسي عندهم هجرة فهم عظم معجبينهم عارفينهم والمصدقية عندهم عالية فرح يتابعوهم كمان على أرض بالحياة الافتراضية نعم أكيد بالنسبة للمؤثرين بالوقت الحالي صار في براء الأردن أنه في شركات صارت تستثمر بالمؤثرين وصار فيه إسمه التسويق عبر بناء علاقات مع المؤثرين نعم فكيف مثلا بأيام زمان إذا فيه عندي مثلا شركة نايكي وشركات الكبرى ممكن أجيب لاعب وأتفعله عاقد سنوي وصير هو يروج للمنتج تبعي نفس الشيء هلأ الشركات عم بشوف مين مؤثرين في مجال عملهم نعم وبتحاول تبني معهم علاقة على أساس المهم يروجوا لهم للمنتج أو الخدمة تبعتهم نعم هذه متواجدة بأمريكا وأوروبا متواجدة بالخليج بالأردن لسه مش متواجدة طب رأيك هل هذا إشيء صحيح؟ نعم إشيء نظبوط يعني أكيد هو إشيء صحيح إذا ستعمل صح فمتلا ما رح يأثر على المؤثر لأنه هيك هو رح يصير يمكن يبين بصورة تجارية فيمكن يأثر على مصداقيته ولمتابعينه ما هو نفس الشيء نحكي بالنسبة لللاعب لما يلعب كرة ويستخدمه فيه الدعايات نعم طب هو ممكن يأثر على فهي صارت يعني حصلت بمرحلة نضوج إذا أنا مثلا اهتماماتي وشغفي في الرياضة أو يعني بالموضة بالأكل ومهما كان شغله بأيش موجود فالشركات لازم تسوي الهومورك تبعهم نعم البحث وانه تحكيه أنا المؤثر هذا شغفه ونشاطه بنفس مجال عملنا نعم فلازم نستثمر فيه ونبني معه علاقة نعم ونشوف كيف ممكن يروجلنا الخدمة أو المنتج تبعنا وتكون يعني العلاقة طويلة الأمد وما إنه الشخص هذا يروح يعمل ترويج لأكثر من شركة وإلى أكثر من منتج يكون يعني شوي في موضوع بده يلتزم يعني هنا بالحال بس هنا رح يكون في عندك موضوع الاختيار يمكن الشركة نفسها للشخص اللي بتعتبره مؤثر هنا كتير رح يأثر رح يكون سلاح ذو حدين وممكن يكون مؤثر بنظره ما بعرف يعني كيف بيختاره ما هي لازم يسوي البحث تبعهم جيد يدرسوه بطريقة ممتازة مش إنه يختار أي واحد فقط لأنه عنده عدد من المؤثر بعض الأشخاص المؤثرين غير موجودين على الواقع العملي هل هذا شيء صحي منطقي أو المفروض أن الشخص المؤثر على الموقع التواصل الاجتماعي لازم يكون مؤثر عمليا في الواقع هلأ الإعلام الاجتماعي لما إجاء خلق مشاهير اجداد هلأ هون بتيجي المصدقية أنه يعني المشاهير الاجداد اللي عنده مصدقية عالية بتلاقيه متواجد بشكل طويل اللي يطلعوا فجأة صاروا مشهورين متواجد بس وين على الواقع أو على الواقع التواصل الاجتماعي حتى لو كان متواجد بالعالم الافتراضي فقط ما فيه على مش مشكلة يعني ما فيه على خلاف بس أنه يكون متواجد لفترة طويلة عشان يعرف أنه عنده مصدقية أو لا فمثلا في عندك مدون يعني بالأول ما بدأت الإعلام الاجتماعي وكان هو متواجد فقط بعالم التدوين ومرة كتب تدوينه ضد شركة كبيرة زي ديل والتدوينة تبعته الصغير اللي كتبها هذه نزلت سعر خلت المدير الشركة يرجع الشركة ومعنما تقاعد ويشغل مرة ثانية فكان عنده تأثير قوي جدا ما عنده تواجده فقط بالتدوين يعني إذا كان هو شخص مؤثر على ويقدم أفكار على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تترجم بندوات أو مشاركات فعلية على الأرض الواقع الآن صح كلامك أنه مثلا لازم توثيق المصدقية يصير بين الأرض الواقع نعم مثلا نحكي حين الشركات أنه لما تكون متواجدين على مثلا الإعلام الاجتماعي مهم جدا تعملوا فعاليات على أرض الواقع على أساس تعرفوا بالضبط من هم المدونين أو أشياء المصدقية تبعتهم فلا بس أنه يكون متواجد بالحياة الحقيقية وبالعالم الافتراضي في ذات سلة هل استطاع المؤثرين تغيير نمط في الشعوب خلق سلوك جديد مثلا إيجابي ممكن يكون في بعض المبادرات بدأت بالعالم الافتراضي وانتقلت إلى العالم الحقيقي في مثلا كما مبادرات مثلا محلية مثل مش عيب أنه مثلا يشتغل مثلا بمطاعم أو شغلات سلوك هذه المبادرة بدأت بالعالم الافتراضي بالبحث بعدها انتقلت إلى أرض الواقع ففيه شوية تأثير إذا كان فيه تركيز بالمحتوى إذا كان فيه منية أنه يكون فيه شوية تغيير إيجابي نعم نعم أكيد يعني فيه موضوع كتير مهم هلأ إحنا بنشوف عدد كبير مثلا من المشاهير نحكي في العالم الواقعي لما دخلوا مواقع التواصل الاجتماعي صاروا يعينوا عندهم مستشارين أو أدمنز بيحكوا هم بصيروا يكتبوا عنهم سواء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي هل برأيك هذا صحيح يعني هل هذا الأمر ما رح يفقدهم مصدقيتهم يعني أنا بدي أشوف الشخص هو نفسه اللي بكتب ولا بدي أشوف مستشارينه ولا بدي أشوف الناس اللي حاطتهم عينهم على حسابه هلأ كأشخاص غير الشركات الأشخاص مثلا المشاهير خلني نحكي مثلا الممثلين نعم إحنا منعرفهم شخصيتهم فقط من التلفزيون أو من أدوارهم بالأفلام ما منعرف أي شعن حياتهم الشخصية إلا إيش بتكتبوا الصحف نعم فتواجدهم على منصات الإعلام الاجتماعي حيكون حيفرجينا شغلات كثير بشكل شخصي نعم وممكن شغلات إنه إحنا نفقد مصدقية فيهم أو شغلات ما تعجبنا لأنه دائما كل شخص بيختلف عن تاني وعنده عادات بتختلف عن تاني صحيح ومهم جدا أنه يكون نعم مش صريح مية بالمية مع الناس ويفرجيهم كل حيات ومهم جدا أنه يكون فيه شخص مهتم نعم أنه يحكي له أنه كلمة هذه بتقدر تحكيها مثلا أو الجملة بتقدر تحكيها المحتوى هاته بتقدر تنزله المحتوى هاته ما بتقدر تنزله نعم لأ مش كل إشي أنا كنت عم بالمنصصات هذه أنت عم تتفعل مع العالم كله مع الجمهور بكل أنواع وألوانه نعم وفيه شغلات عشان ما يفقدوا مصداقيتهم ولا شهرتهم أنه ما يعني ما بدروا ينزلوها زي مثلا هلأ اللي عم بصير مثلا بين كل أسبوع من أسماء أنه في صار قتال بين مغنية ومغنية صحيح وبصير تقاتلوا مع بعض هما لو عندهم مستشار ما كان حينصحهم أنه غلط تعملوا هيك ممكن نسوي هيك على التلفون بينكم بين بعض بس مش على المنصات هذه صحيح بس باختصار سؤال أخير بعض الدول احتفت بالمؤثرين مثل دولة الإمارات العربية والشيخ محمد بن راشد المكتوم كان له دور كبير في التواصل معهم وعطاهم دور كبير خلينا نجي على الأردن هل كان المؤثرين في الأردن دور في التواصل مع الجانب الحكومي تقديم ملاحظات اقتراحات أفكار خدمات نعم مثلا مؤتمر المقتربين الأردنيين اللي صار مؤخرا كان فيه تواجد للمؤثرين نعم وزارة الخارجية وزارة الاتصالات هلأ وزارة الاتصالات فيه طالعين بمشروع كبير جدا سيكون تواجد للمؤثرين بالموضوع موجود بس مجموعة المؤثرين بالأردن اللي صارتها في مرحلة نضوج مش كاملة زي الخليج في اهتمام حكومي نعم نحنا لهون طبعا نكون صلنا معك لنهاية فقرتنا ودايما نستفيد منها كل شكو لك أستاذ خالد الأحمد المستشار مدرب في الإعلام الاجتماعي وان شاء الله يوم الاثنين جاي بتجددنا اللقاء شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة